اشتركوا في القناة او كما يطلق عليها جزيرة البلوط على بعد 200 متر من مقاطعة في كندا وعندما ذهب رجل يتحقق من مصدر هذه الاضواء وجد شجرة بلوط وقد تعلقت في احد اغصانها السفلة بكرة لرفع الاثقال تعود الى سفينة ما فايقن انهم في اثر كنز مدفون لأحد قراصنة البحر عاد شاب الى بيته وطلب المساعدة من صديقه الحميمين وفي اليوم التالي عادوا الى الجزيرة وهم يحملون المعاول والمجارفة وبدأوا بالحفر حتى وجدوا انفسهم في نفق عمودي دائري بعرض 13 قدما ووجدوا بصدفة قطع كبيرة مرصوفة من خشب البلوط وممتدة عن النفق ونهايتها مثبتة بقوة في الجدران فقاموا بخلع القطع وسحبها الى خارج النفق ويحدهم الامل في كل لحظة ان يجدوا سنديق خشبية مملوئة بالاحجار الكريمة لكن خاب املهم فلم يكن غير الطين وفي عمق 20 قدما وجدوا بصدفة طبقة اخرى من قطع الاشجار ومن ثم وجدوا طبقة ثلثة على عمق 30 قدم واخيرا وبعد ندرك ان المهمة كانت اكبر من قدرتهم قرروا الاستسلام رغم انهم مقتنعون بان الكنزة يبعد بضع امتار فقط نشر هؤلاء الرجال صورا لهذه الحفرة واكدوا في تعليقاتهم انه بها كنز وان الامر يتطلب القليل من الجهد فقط شعى خبر الحفرة في ارجاء الجزيرة وتوافد اليها الفضوليون وصائد الكنوز وبعض الرجال المال والشركات الكبرى التي احضرت جيوشا من عمال الحفر والالات الحديثة وقامت بالحفر على مدى ايام طويلة لكن كل هذا باء بالفشل ولم يستطع اي شخص العصور على الكنز او الوصول الى قاع هذه الحفرة الغريبة التي كلما تم الحفر بها ظهرت عقبات وتعقيدات والغاز مثيرة من بينها العصور على حجر مكتوب عليه بلغة عربية ومواد تستعمل لحفظ الاشياء الثمينة على مر العصور القديمة اضافة الى العصور على بعض المقتنية الزابية وفي النهاية غرق الحفر بالماء